اختتم اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والذي استمر لمدة يومين حيث أعلن المدير العام للمنظمة أن لقاحا ضد فيروس كورونا قد يكون جاهزا بحلول نهاية العام وحتى الآن يوجد تسعة لقاحات تجربية لدى مبادرة كوفاكس التي تعمل تحت إشراف المنظمة بهدف صناعة وتوزيع اللقاح لكميات كبيرة هذا لضمان وصوله إلى الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض وفي وقت سابق أكد خبير في منظمة الصحة العالمية أن وضع فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق وأن ملايين الناس ما زالوا عرضة لخطر هذا الفيروس